السلام عليكم منذ السابع دخلت في سلسلة لقاءات مع عدد من الشباب نواكشوت فيهم واحدين في الجامعة وفيهم اللي يشتغل في الأعمال الحرة أساسا كاراب ونقطة ساخنة واللباتق المفروشات ولا فيهم بعد حد يشتغل في الدولة والقاسم المشترك اللي هم فر عنهم عندهم نفس الهدف كاملين يلودوا الطريقة يسوشنهي يوصلوا بها المكسيكي يا كرص في الحيط اللي في الحدود ويدخلوا أمريكا من بداية التواصل معهم مشاومن هم أذنين واحد ردوه من دولة من دولة أمريكا اللاتينية وغرك شغل الشغل اللابس من حالي يبدأ المشوار من جديد والثاني دخل في علن إليه الرصب حكمه الأمريكيين طبعا ومشاوا بيه شور مركز مغلق ما عنده الحق يوخل منه وقلعوا منه تلفون حق عنده الحق في مكالمة لإنهار وكنت متواصل مع والد وياك نقبل أخباره لإنخاء الأسبوع الماضي مشالي مساج على واتساب قال لي عنه خالب ضمانه وبعد توكيل محامي حكالي ظروف المركز وقال لي عنها كانت أصعب من الطريق وأصعب من الحيط ومن ذاكامل اللي خاض عليه في بداية تعارف مع ذو الشباب كنتين شين لهم المشي وواحدين منهم يقولوا لي نحنا قاع هانين يغير شنهوا البديل نقول لهم أنتم مشواعدين كلكم لا يزقل أذلة ملايين والله ربعة وفي مغامرة نتائجها ما هي مضمونة أي طرنيشة كلكم يفتح بها مشروع هون ويتساء النص معاله هنا زاكي أنا كنت نجبرهم اللاج مع مرة عشرة مرة عشرين ومن الساعة اللي بدوا تكوب ديمون إذن خرصوا متشات لامة وعيني نعودو خمسين تبارك الله والله قاع أكثر والحقيقة النقاش صعيبي لين يعود العدد كبير نسبيا لذا قررت عني نبدأ معهم لقاءات فردية وعدوا واحدين منهم يجوني في المكتب وذاك مكنني من فهم القضية بشكل أدق أولا من الطبيعي عن الشاب سنه بين عشرين وثلاثين عام يعود متطلع للسفر والمغامرة هاي ظاهرة عالمية يغالي اللي ما كنت عن فهم عن حد يبيع وتو والله بقره والله غنمه ويتسلف ويعطوه الوشي من البلة ويقبل عشر تلاف دولار ويمشي يتكركر ويرصف حيات طويل وينحكم في مركز مغلقة للحدود هذا كامل يكي عود وقاف في بقالة عند واحد من اليمن يغالي اللي انت كلمت مع الشباب فهمت عمق الأزمة وخصوصا بعدها الاجتماعي لايه مثلا قبل شاب عنده خمسة وعشرين سنة حاصل على ماستر من جامعة نواكشوت ولا عنده وساطة ولا عنده قريب مالك شريكة كبيرة وفي نفس الوقت عنده ياسم الطموحات المشروعة مثلا يبغي ابني دار ويزوج ويداوي والده وحاجج والده ويعرف شي لأخوته وأخواته واحد منهم قلت له أنا اللي ثقيل عندي أنك أنت هذا الوطن قراك وكبرك ورباك وضاركي لين كيف أنك عدتت قد ترد له الشمذة اللي قدم لك وعيدت الصحيح وقادر على الانتاج وفي قمة العطاة ماشاء الله تمشي شرم الدخرة هي اللي لا يتجبر النتيجة قال لي رواية منطقية قال يولا الوطن ما قدم لي شي أنا قاري في التعليم الحر مخلص علي يا والدي من عرقة ناظر ولين نمرض نفس الشي خلص عني شرط طب الحر ذانيا أنا يوم الأخرى ما لين أسول انتش قدمت الموريتان يغال لين أسول انت والديك اللي رباك وكبروك شاعدلت لهن شاب بوخر قال لي عنه هو العمل اللي لا يعدل فامريف مستعد يعدلهن يغال يعرف عنه ما هو لا هي يجبر نفس الراتب اللي لا هي يجبرهوك الحقيقة هي أزمة عميقة يعاني منها شبابنا ونزيف ماشي من كبدتنا نقددوا نتعماه عنه ونعدله عنه ما وخالق ونقددوا مولي نشوفه كاملين بسم حالا نقددوا نوقفه من دره كان الحل عن الدولة تتبارك مع هاي المشكلة وتتبناها وتبلوار لها حلول جذرية ما هي أنصاب الحلول والله الحل أن نعاونوا أولادنا ما أمكن نترجمولهم تاغب نساعدهم معلمة لاستمارة والله ملف نقبلهم يعاد مع قنصولية إلى آخره أنا بعد الحل أول ما هو فيدي معني ما استعدنا نساعد فيه يغال لا بدالهم قرار سياسي وما دام ذاك القرار ماذا تم اتخاذه عندنا لا الحل الثاني كل من موقعه نساعدوا أولادنا إياك يوصلهك بأقل الخسائر الممكنة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر